الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلاماً إلى يوم الدينة ما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم قوموا مغفوراً لكم بدلت سيئاتكم حسنات وهم القوم لا يشقى بهم جليس قال الحافظ النوي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في الباب الخامس والثمانين باب حفظ السر وهذا الباب باب عظيم فحفظ السر واجب على كل مسلم ومسلمة وهو دليل على المرؤة وعدم حفظ السر دليل على عدمها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان وإفشاء السر من الخيانة وهي من علامات أهل النفاق ويكفي زاجراً ووعيداً أنها من علامات المنافقين وحفظ السر واجباً في الموافقة والمخالفة فبعض الناس قد يحفظ السر حال الموافقة ويفشي السر حال المخالفة فإذا خالف من خالف أفشى سره ونشر ما بينه وبينه وعند الخلاف تتضح المرؤة فمن موافقة قد يحفظ الإنسان السر ولكن إذا خالف تظهر رجولته وتظهر مرؤته فإن حفظ السر فهو كذلك وإن لم يحفظها فهذا دليل على نقص في رجولته ومرؤته وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيةً وأحاديث فقال رحمه الله تعالى باب حفظ السر قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذه الآية عامة في كل العهود التي تكون بين الخلق وبين الله وبين الخلق والخلق فهي عامة في كل العهود والعقود يجب على الإنسان أن يوفيها وأن لا يخل بها سواء كانت مع الله أو مع الخلق وذكر من الحديث رحمه الله تعالى حديثة بسعيد القدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم وهذا الحديث حديث عظيم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة وجاء في رواية عند المسلم إن من أعظم الأمانة عند الله وفي رواية إن أعظم الأمانة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها تفضي المراد بها الكناية عن الجماع أي أنه يفضي إليها أن يباشرها ثم بعد ذلك ينشر سرها ينشر ما يكون بينه وبينها حال الاستمتاع وحال الجماع ولا شك أن هذا ما يفعله إلا السفلة من الناس ما يفعل هذا الأمر إلا السفلة وللأسف أن كثير من الناس يفعلون مثل هذا فيتكلمون فيما يحصل بينهم وبين أزواجهم في الاستمتاع والجماع ولا شك كما ذكرنا أن هذا لا يفعله إلا السافل من الناس وهو من أشر الناس منزلة عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها فهذا من أعظم ما يكون بين الرجل وبين المرأة من أعظم أحوال السر والأمانة حال الجماع فنشره دليل على عدم المرأة وعلى نقص الرجولة نصدر العفو والسلام وأما مجرد ذكر الجماع فإن أقل أحواله أقل أحواله الكراه إذا ذكر من غير حاجة أما إذا كان من حاجة فإنه لا بأس كأن يستفتي في مسألة ونحو هذه الأمور فإن هذا لا بأس به أما مجرد ذكر الجماع أنه جامع وأنه فعل فإن هذا أقل أحوال الكراه أما إذا نشر ما يكون فإن هذا من الأمور الكبيرة العظيمة عند الله فهم كبائل الذنوب كما دل عليه هذا الحديث أنه من أشر الناس منزلة عند الله وهذا الحديث وإن كان في أمور الجماع إلا أنه عام في كل ما يكون في البيوت بين الرجل وبين زوجته فإنه لا يجزل للرجل أن ينشر السر ولا المرأة أن تنشر السر في الجماع وغير الجماع ولكن في الجماع آكد لدلالة هذا النص عليه ثم قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة يعني تأيمت أنه صار لا زوج لها عندما توفي زوجها رضي الله عنه واخنيس بن حذافة السهمي وهو أخو عبد الله بن حذافة رضي الله عنهم أجمعين تأيمت منه عندما توفي بعد غزوة بدر وهم شارك في بدر قال حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدى لي أن لا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع لي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت أي عمر فقلت نعم قال أي أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لقبلتها رواه البخاري وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها أولا جواز عرض الرجل بنته أو موليته على الرجل الصالح لأن يتزوجها فكما أن الرجل يبحث لولده عن بنت صالحة فكذلك يبحث لبنته عن رجل صالح وهذا دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح إني أريد أن أنكيحك إحدى بنتي هاتين فعرض على موسى عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إحدى بناته ومن السنة هذا الحديث وغيره من الحديث أيضا التي وردت ولكن معنى هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه أنه عندما توفي خنيس بن حذافة رضي الله عنه تأيمت حفصة أي لا زوج لها فأراد أن لا تبقى حفصة من غير زوج وهذا فيه دليل على حرص الصحابة على الزواج وعدم البقاء من دون زواج سواء للرجل أو للمرأة فعرض حفصة رضي الله عنها على عثمان أولا فقال له عثمان يعني أعطني وقتا من أجل أن يرى في أمره فلبث لياليا وأياما ثم قاله بدأ لي أن لا تزوج وقد جاءت في الروايات أن عرض عمر لحفصة لعثمان بعد وفاة خنيس زوج حفصة وبعد وفاة رقية زوجة عثمان فعثمان لم يكن له في ذلك الوقت زوجة لوفاة رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة خنيس من حذافة زوج حفصة فحفصة ليس عندها زوج وعثمان ليس عنده زوجة فقال له بدأ لي أن لا تزوج وقد جاء في الروايات أنه كان يريد أن يخطب أم كنثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بعد ذلك إلى أبي بكر لم يتوقف عمر عند عثمان ذهب إلى أبي بكر وعرض عليه حفصة فأبو بكر الصديق لم يجب شيئا لعمر بل سكت رضي الله عنه وأرضاه فعمر وجد في نفسه على أبي بكر عثمان على الأقل تكلم قال لا أريد أن أتزوج الآن لكن أبو بكر سكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر لو تكلم لكان هذا أريح لقلبه لكنه لم يتكلم فلما مرت الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب حفصة فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر لعلك وجدت على نفسي عندما لم أرد عليك بكلمة فقال نعم قال ما منعني يعني من ذلك إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها يعني يذكر حفصة أنه سيتزوجها فقال ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى حفصة ببكر الصديق أن لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يضطق بكلمة مع أن فعله هذا جعل عمر يجد في نفسه عليه ولكن عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من كل شيء فحفظ السر دليل على الرجولة وعلى المرؤة ودليل على الإيمان دليل على الإيمان لأن عدم الأمانة دليل على النفاق فدل على أن حفظ السر وحفظ الأمانة دليل على الإيمان فمن فوائد هذا الحديث هذه المسألة العظيمة هو يحفظ السر خاصة إذا كان هذا السر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذ أنه إذ إنه حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل جميع الأسباب التي تحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في ذلك يعني ضرر عليه من جهة عمر رضي الله عنه وأرضه وفوائد هذا الحديث سبط منها العلماء فوائد كثيرة ولكن هذا ما يسعى المقام لذكره والله واعلم واحكم وصلى الله وسلم عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر